أكاديمية روح الرياضة، أكاديمية شاملة، الجميع الرياضات الجمعية والفردية تأثت 2018 أحد جوانبها المختصة بيهن هي تخدم مع المرأة أو البنات بما أننا نحن نتعامل مع الفئة السنية الأعمار الصغيرة يبدأ من 5 سنوات إلى 18 سنة من الألعاب المخاصين للبنات الجنباز الإيقاعي، كاراتي من الألعاب القتالية كاراتي وفيه سباحة دورية من الصيف للصيف وعندنا زنبا بنات الأوزان الزايدة حتى هنا هذين وقدينهم الجانب هذين حرامي حتى هنا ما يحصلانش جانب معين يشتغل فيه في الرياضة مع إخصائية تغذية فتحنا فترة في ناس طلبوا البلاي فتحنا فترة لكن البلاي لم يشتغل فيه إقبال كان للبنات يمشى سيبا البلاي ويمشى يجرى للحصص الجنباز الإيقاعي لأنه جنباز الإيقاعي أكثر حيوية فيه التمارين الفنية أكثر من البلاي البلاي كان شوية رتم متاعها بطيء للبنات لم يشتغل فيه سيبا ويمشى نتفرجا على الجنباز الإيقاعي فكانت رغبتنا الجنباز الإيقاعي أكثر وهذه الجنباز الإيقاعي خشت مؤخرا للرياضة هذه في ليبيا يعني الجنباز الإيقاعي فحبنا نحن نخدمه عليه مع الكوتش القديرة إيمان الشريف ويقين السنوسي وسمى الفريطيس ومالك الشيخي يعني نحن عندنا عدد من المدربات لعبة الكاراتي من أهم من أساس الألعاب الرياضية في أكاديمية روح الرياضة أساسية هي كاراتي فنحن عندنا البنات جنباز رغبتنا هنا بروح لأننا نخشنا الكاراتي يعني لما يشوفوا واحدة من ألخوها ويقولوا لا أنا نريد أن نتدرب كاراتي وفعلاً هناك بنات معنا توا حالياً وصلنا إلى المنتخب الكاراتي يعني ترشح لأننا نكون منتخب الليبي معنا بنات بطلات حصلة على قلاء الذهبية بنات حصلة على بطولة أبطال المنطقة الشرقية في لعبة الكاراتي يعني أخيراً سامة الفريطيس أخدت أنها وصلت أنها ترشح للمنتخب بس في ظلم رهيب في النحية هذا يعني مثلاً في صارت البطولة الأفريقية أي مؤخراً بطولة أفريقية للعبة الكاراتي وكلم شركات بنات على مستوى الوطن العربي كلها هنا الاتحاد الكاراتي ما خدش البنت اللي هي الوحيدة كانت لي سامة من أكن ترخي رياضة ما شاركش بيها ليش لأنها بنت هذا اللي قالها قال لي أنها بنت كيف تريد تمشي كيف فعندنا نحن ما زالت العقلية اللي هي تحطم البنت بس نحن نواجهه فيها نحارب فيها محاربة إننا نحن البنت كيفها كيف أي ولده كيف وكيف وأفضل وأحصن حتى تم حالياً انضمام الاتحاد آخر الكاراتي على حد علمي أن الاتحاد الآخر هذا اللي تم انضمامه اللي هو الاتحاد الليبي للكاراتي الجنرال موحد مهتم بجانب الفتيات في الكاراتي وهذا نحن ما مطالبينا يعني هذا من الأساسيات نحن عندنا بنات ما شاء الله يعني في لعبة الكاراتي بطلات فحرام إننا يتم دفن يعني حجة إننا بنت تحت مسمى إنها بنت فنحن كأكاديمية روح الرياضة نسعو ونحاول ونشتهدو إننا نحن ما نظلمش أي بطل ليبي سواء ذكر أم أنت لأننا نحن تقريباً لنا أربع أو خمس سنوات ما زلنا جديد بس نحن الفكرة دي برضو نبقى نلغوها يعني على الأقل البنت لو توصل السن معين إن هيقوها إنها تكون مدربة ليش؟ بهي ليش إنها توقف الرياضة تكون في جانب الآخر اللي هي يعني تم دعمها إن هي تشترك في دورات تاخد شهادات تدريب وتجد مدربة تفيد وتستفيد يعني نحن عندنا مشكلة كبيرة في موضوع المدربات المرأة المدربة في بنغازي من جميع الألعاب الجميع الألعاب يعني في العدد بسيط جداً مدربات كمرأة يعني فنحن إن شاء الله إن شاء الله اللي عندنا لمنا يكبراً حن نستفادوا إن هنا ونفيدوهن بإن هنا يكون المدربات وإن هنا اسم إن شاء الله في يشرف بنغازي أنا بديت نعب كراتي من عمري عشر سنين بصراحة هالي كنت شجع فيها واجد على اللعبة وإلنا جيت معا إلى كلهم مرياضيين بدأت خالي مدرب كراتي علي بوغاليا وبطل ليبيا بصراحة تعبات التمارين روكي ما وجهتش واجد بس المشكلة الوحيدة وجهتها وانا نلعب وانا نلعب دلالية خمس سنين المشكلة الوحيدة اللي وجهتها بعمة بس بطولة ليبيا وتأهلت للمنتخب لأن من شو يعب بطولة البطولة العربية ما أخذش أي بنات للبطولة ما أخذش أي لعبين معنا في النادي بصراحة يعني ما نواجهش مشاكل من عائلتي أو من المدربين بالعكس يعني كانوا مشجعين لي واجد المشكلة الوحيدة أسف في الاتحاد الفرعي بصراحة أمال باقي اللي كانوا مشجعين لي واجد لما صار موقف هذا يعني أنا خمس سنين نلعب ما ماش صار معي موقف تلك فلما صار لي بصراحة حسيت إنه بالعكس إنه بنتحدهم ونكمل نلعب أكثر بدل ما نوقف ولا خليهم يحقوني اللي أذكراتي يعني لعبة لجميع البنات ولاية لجميع الآمار مش بالي إنه نوقف أبدا بصراحة حتى لو وقفت وبديت ندرب مش هنوقف تدريب هنكمل تدريب وندرب حتى بناتوا سجحين أكثر على اللعبة عاست مدافع عن نفسه وأنا بني قاعد يعني نقشف بطولات وذكي ونقدم دربة كانوا ديما يقولوني إنه هذي لعبة عيال وماشي للجناعة وذكي بقناة تتبقها بالأيام فلا سلسة بريك نجينا إنه هون لغاتنا ماشي في حاجة يعني أكبر أكثر خشيت الكان بطولة وخضيت رتيب الأولى إن شاء الله يعني أستمر وخشي منك يعني لازم كل وقت تمارس اللعبة يتحبها وما تسمعش كل كلام الناس ليهم مثلا يقول لها إنه أي حاجة أنا هي توقف عن يعني حاجة أنا هي تحبها أو حاجة يعني لازم كل وقت تستمر في حلمها أنا لعبة كاراتي أنا واخد الحزم الحزم الأسود في ليبيا أبغل بنت أخطي الحزم الأسود في ليبيا أنا بطلت للمنطقة الشرقية في لعبة كاراتي وحبيت نقش الكاراتي لأن خالي مدرب كاراتي عريب وغالية وعيبت كنالة رياضية فحبيت نقش الكاراتي حابة نكون بطلة عالم ونشارك البطلات العالمية ومعنى بشكل مدربة